بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبو القاسم المحمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين أعزائي أخواني الطلبة أسعدتم مساء متحدثكم أمير فاضل أو طعمة عسى أن تكونوا بالصحة والخير والعافية وأن يدوم عليكم الأمن وأن يبعد عنكم شر بلاء الكورونا فيروس أخواني الطلبة اليوم محاضراتنا عن البروتين البروتين مثل ما وصلي حسب ما وصلي من دكتور صاحب أطرق شينو وصلوا ليكم لل % composition % composition عرفنا شون البروتين شون التركيبات سابقا اليوم سنأتي تكمية البروتين حسنا شون هي الpercentage composition % composition the average percentage of nitrogen present in protein is 16% أنا أقول لك كمية الـ nitrogen الموجودة بال كمية نسبة الـ nitrogen موجودة بالبروتين 16% يعني تقريبا 1 sixth of protein is nitrogen سودو سعنا مثل ما نقول البروتين هو نيتروجين because the protein is the major food that contain nitrogen ok the chemist can undermine يعني المحلل يقدر يحدد the amount of protein present in full substance by termine the amount of nitrogen present يعني الكيميائي من ريض يحدد كمية البروتين يقدر يحدد تحديد كمية الـ nitrogen okay شوان يحدد كمية البروتين بواسط تحديد كمية الـ nitrogen this amount about 1 sixth of the amount of protein present عرفنا وللنو الـ nitrogen أو الـ cdus موجود بالبروتين therefore the amount of protein in the food can be calculated by multiplying بواسطة طرب the weight of nitrogen by 6 and compare this percent of total for example هنا 1mg sample of food 1mg sample 1mg sample of food 4g nitrogen upon on the chemist upon the chemist upon the chemist chemical analysis signs the amount nitrogen protein 1 sixth of the total amount of protein the amount of protein present 6 6 4 6 يعني احنا عرفنا 4 يعني احنا عرفنا هو 6 نضرب 4 في 6 يعني احنا 100 gram sample of food لدينا 100 gram انت جدنا 4 غرام nitrogen هاي 4 نضرب ها في 6 او 24 غرام then the percentage of protein is 24 percent يعني المهم احنا ما نعلاق هاي النتائج احنا ما نطبق هاي الدوخة والدوامة عرفنا انه البروتين يحتوي 16 من عند نيتروجين وهو 1 6 يعني النايتروجين هو سودو كمية البروتين اوكي ولكن كميان يقيس كمية البروتين يقيس كمية النايتروجين هذا اهم شي الكلassification protein protein is divided into 3 categories simple protein symbol of protein conjugated protein and derived protein اوكي symbol conjugate symbol conjugated derived on hydrosis من السلطة تحليل symbol protein yield only amino acid متجن فقط amino acid or derivative of amino acid او مشتقات ال amino acid بتحليل conjugate البروتين انتجنا شنو amino acid plus amino acid plus some other type of compound هناك مواعد اخرى عرفنا احنا انواع للبروتين شنو symbol conjugate derivative derived السمبل من رح نحل له يطينا شنو amino amino acid و مشتقات amino acid بينما conjugated لا يطينا amino acid وهناك compound other type of compound المواعد من المواعد conjugated protein consist simple protein combined with non protein compound يعني conjugated شيحتوى من الحلل يحتوى على simple protein protein بسيط ويعمل وي non protein compound مواعد موبروتينية هذو conjugated زيان هل سنجي نانا للderivative شنوى شرح انتجي الderivative produced by the produced by the action of chemical enzymatic and physical forces on other two classes of protein derived protein include نانا يقول الderivative protein رح ينتج واصة فعاليات كيميائية اوكي الانزيماتية and physical forces الضغط الفيزيوي اوكي on the other two classes protein يعني احنا عرفنا symbol protein هو كم نوع عدنا عدنا ثلاثة نواع عدنا اشكيد احنا عدنا ثلاثة نواع symbol protein والconjugated protein والderivative protein symbol protein بأمينو أسيد ومشتقات الأمينو أسيد مثل ما عرفنا والconjugated لا يطينا أمينو أسيد الشاح ينتج أمينو أسيد بالإضافة إلى مواد أخرى زين يعني بصورة أصح أنه الconjugated هو symbol protein بأمينو أسيد صح لولا symbol protein بالإضافة إلى مواد غير بروتينية بينما الدرايف بروتين شون رح يصير بواسطة ينتج بواسطة الـ action النبي إنزماتي على من على symbol و الـ conjugated رح إضافة لنا الدرايف بروتين الدرايف بروتين include protease protease протeosis بيبتون بروتيوس بيبتون بوي بيبتايد تري بيبتايد دي بيبتايد هذا يحتوي الدرايف بروتين يحتوي على هذا اللي هو الـ بروتيوس وال البيبتون وأيضا البوي بيبتايد و التري بيبتايد و دي بيبتايد البروتين may be classified according to their composition يعني راح يصنف على محتوياته according to their function according to their shape يعني البروتين راح يصنف اعتمادا على مكوناته اعتمادا على وظيفته واعتمادا على شكله البروتين يصنف اعتمادا على الذوبانية in various solvents يعني اذا وعنيت بالمذيبات المختلفة and also to whether they are coagulated by the heat وايضا اعتماد عن solubility in various solvents conjugated conjugated protein are classified according to the nature of non-protein 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 portion of the molecule والآن اعرفنا Dun expose our protein سكيصنف اعتمادا على من اس ceremonial factors enousate لا Tedorge لانا يعتمد علي من customs من من المواد متحر من النluence المواد نأكت مواد مشgovern wedding السيحنان لدي الكلايكو بروتيين الكلايكو بروتيين هو شنو هو بروتيين او بروتيين containing كاربوهايدرات in varying amount كالكلايكو بروتيين شنو هو احتوى على كاربوهايدرات كميات مختلفة اوكي الكلائيكو بروتين لديهم منخلص الإمكانية من 15000 إلى 1 مليون اوكي الكلائيكو بروتين يمكنك اهنا نعرف بالكلائيكو بروتين يحتوي على كاربوهيدرات بأحجام مختلفة اوكي شنو الكاربوهيدرات الموجودة بالكلائيكو بروتين لدينا الهكسوز المانوز وايضا الجالكتوز البنتوز عربي نوز زيلوز الكتب ما حسب مفروف الجانتين الايكو بروتينitness هو عياركة عن كميات مختلفة من الكربويدرات ـ الأطفال ـ الأطفال العمرات من الصوامر والأع Medal المسخفة والدروجة الجزيرة soluble in water precipitated by saturated salt solution شوير كتاب موضح نانم المهم نا عندنا يصير يعني يقولك ان هنا انا الشاي السيمبل بروتين راح يصير له coagulated بباسط الحرارة اوكي يمكن coagulated يتكثف نسيت المعلومات اوكي 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 اشتركوا في القناة بتخثر يعني احنا يتخثر بالحرارة اوكي لا يوجد مشكلة السوليوبول هنا سعرفنا شنو الالبومين السوليوبول الواتر راح يذو بساتوريات سوليوشن يتخثر بالحرارة ايقال بومين اوكي سوليوبولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول فيجتابل غلبيولين. هنا لدينا البوميونات. إنسوليبون في كل نتشرا لسولفين ودلوت أسد وكلاي. لا كيراتين هنا. نيالز فيتر. وايضاً هستون. إنسوليبون يستبدع بناء IPR. فيهيونات. nghĩة يا إنسوليبونويق. هي وضبط أفضل عصير Hebrews A. ح largon. سارة المعروسة على الناس يسعى العصير الرقمات جدا في المواج entendeu? نيوكليو بروتين، غلايكو بروتين، فوسفو بروتين، كرومو بروتين، ليبو بروتين، متالو بروتين نيوكليو بروتين يحتوي على نيوكليك أسيد، نونو بروتين ننتهي بروتين مواد في مواد لبروتين ولهها متى جدول وهناه مواد لكل parl acide لانو بروتين كونجيكيت يحتوي على نونو بروتين مواد غير بروتينية نكتف دعونا نيوكليو بروتين يحتوي علي نيوكليك نبيب gelir القذيكيبو Προتين هو كالبوهيدرات ميوسين السليفا الفوسفوو عن الفوسف grandmother الملك الملمات مايضا وايضا الميتال البروتين يتبع على الميتال نانا الفيبرين الفود نانا سيروب لازمين الكلوكوز is not found in glycoproteins with the exception of collagen يعني نانا قدنا يقول لك الكلوكوز ما موجود بالglycoprotein وستثناء الكلاجين ok glycoproteins are present in most organs include animals plant bacteria virus and fungi وجولة بكل شي human cell membrane contain about 5% of carbohydrates present يعني هنا نقول لك الخلايا جدار خلية human ok احنا لدينا خلايا بالجسم جدار خلية الشيحتة وعلى 5% من الكاربوهيدرات present us موجود على شكل glycoprotein and glycolipid ok glycoprotein is a glycoprotein found in membranes of human erythrocytes erythrocytes هي red blood cell high erythrocytes red blood RBC red blood cell RBC يقدم الحمراء ok glycoprotein هو شنو glycoprotein موجود بجدار المن هو glycoprotein هو carbohydrates افوين glycoprotein is a glycoprotein افوين found in membranes يعني هسه عرفنا glycoprotein هذه خليات دم الحمراء glycoprotein 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 هو موجود بالجدار بالجدار مثل erythrocytes مثل RBC ok هذا شنو glycoprotein in addition to their function in membrane بالاضافة الوظيفة موجود glycoprotein serve in the following way شنو وظيفة glycoprotein شنو وظيفة glycoprotein structure protein collagen اول هي تركيب يعني تركيب البروتين collagen lubricant يعني دهنية mucine and mucous secretion transportation molecules for 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 vitamins وظيفتها نقل الجزائعات مثل vitamin libit minerals and trace element here here يعني بالاضافة الى وظيفتها بالاخشية مثل ما عرفنا هنا glycoprotein موجودة بالorganism مثل ما عرفنا بالhuman cell بتحتوى على 5% من الكاربو هيدرات على شكل glycoprotein 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 بالاضافة للإضافة 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 يعني glycoprotein تعمل على عدة طرق جيدا structure protein يعني هي تركيب collagen lubricant ميوسين و mucous membrane secretion نقل عمليات glycoprotein هي نقل نقل البيتامين الليبيد المنيرال trace element as immunoglobuline as immunoglobuline ستدخل بالمناعة as immunoglobuline such as interferon hormones such as يعني هنا نسم أيضا تعمل على شكل شنو immunoglobuline مثل interferon تشتغل على شكل هرمون ثيروتروبين TSH as enzymes such as hydrolysis and nuclease as هرمون receptor site موقع الاستقبال الهرمون for specification of human blood types المهم احنا نعرف glycoprotein هاي انواع هذا glycoprotein هو يحتوي على كاربوهيدرات عرفنا بكميات مختلفة وعرفنا شنو الكاربوهيدرات اللي هي الهيكسوس المانوز الجالكتوس البنتوز عربينوز زيلوز and سياليك acid which are derivative from نيورومينيك acid هنا عرفنا شنو البروبروهيدرات simple protein و البروبروهيدرات ما يكون جيكيات البروهيدرات هنا عرفنا glycoprotein محتوي على glucoz و glycoprotein راح نشوف ها بالحيوانات والهذا الورغانزم مثل الحيوانات والبلانت والبكتيري والفيروس و راح نشوف بالسيل ممبران راح نشوف 5% على شكل كاربوهيدرات 5% من الكاربوهيدرات على شكل glycoprotein و اذا نشوف مثل من هنا على شكل glycoprotein transporation نقل هو ينقل زيان هو على شكل amino globulin على شكل hormones برموهيدرات حسنو لليبو بروتين شنو ما الليبو بروتين لعبو بروتين are part of cell membrane part of cell membrane thromboblastin lipoprotein is released into blast stream lioprotein هو جزء من السيلمبران من غشار خلية ثرمبو بلاستين ليبو بروتين هو جزء من جزء الخلية ثرمبو بلاستين ليبو بروتين راح يحرر المن للبلد ستريم بانجر التشو بواسط جزء الخلية بلاسترام الحلي�� uyوب في لوضع الوضع البلف Society is the blood stream about food which are insoluble in water in the form of liopoprotein هااااااا القلق من اللعبة anti-1304010 عليكم معلومة والطاقة النظار في للعدد السريح جبول دايماان هناك اللى فيتامنات الدهون الى دهون하죠 صورة عامة الليبد والفات وماذا شنو هذني هي غير ذعب في الماء ذعب في الدهون صحيح لو لا من راح طب الدم دم هو عبارة على 92% من عنده هو مي ووتر مثل ما نعرف فشن راح ينتقل راح تنقلها هي البروتينات الموجودة بالدم شنو هي الالبومين غلوبيولين اوكي الهيموغلوبين هذني راح يقوم لي نقلا المكونات بالدم فاهنا عن اللايبو بروتين راح نروح وان بالدم شي سوى انه يقوم انقل الدهون الموجودة الغير ذعب في الماء بالدم على شكل اللايبو بروتين اوكي نفهم اللايبو بروتين وش كونسيست اوف تحتوي على شنو هاي كوليسترول استر فوسفوليبيدز باوندد تو بروتين اوكي هذن نوان راح يرتبطن الفوسفوليبيد باوند تو بروتين حسنا المغزى من كلامنا انه هو جزء من السيل من برين ويقوم بعملية نقل يروح للادستريم حتى ينقلنا الدهون موجودة وان بالدم على شكل اللايبو بروتين مثل من كوليسترول الاستر والفوسفوليبيدز اللايبو بروتين موجودة تصنيفات اللايبو بروتين شباب تذكرون من اخذنا بالاشاح لكم اياها بالمختبر نحن لديكم محضره بالليبو بروتين ذكرون بلاش دي الوال دي الوال��oug هايته لازلعات اللايبو بروتين И او كالكو LOD ST LDL, HID ST HDL و COLIMICRON و VLDL حسنا عرفنا LDL و HDL يحتوي على كمية مية من الكوليسترول مية من COLIMICRON و VLDL الكوليسترول in the form of HDL يقلل من خطورية تذكرون الحرامي والذيان HDL يأخذ الكوليسترول من الأورادية وين يوديها للكبد حتى يصبح ميتابوليزم HDL يأخذها من الكبد وين يحلقه وين بالجدار الدموي و هنا HDL سيقلل من خطر كورينار هارد بينما كوليسترول من LDL يأخذ الكورينار هارد نفس الكلام عدة مرة ثانية وقد وجدت أثيروستيكليروسيس أثيروستيكليروسيس تصلي بالشرايين بسبب من الوجود الكوليسترول xDL يأخذ الكوليسترول ي Hambarك يلطشه في الجدار الدمويه وعلى الدمويه و سيأخذنا الآن أثيروستيكليروسيس و هي بولئة مرتكة تصدقها إلى مرتكبة بر POLT سوف الاستخدام سوف أذهب وضع تحليل أن تصدر لإما تحليل مفرومات المترجمات كثيرا لنتحدث عن ذلك لأتكلمين ما الأهم بمهم معتكم التو. Long distance runner and increase low distance and other. Athletics usually increase amount of high density lipoprotein. هذا هنا لدينا جدول بالليبو البروتين. هل سأخلصنا classification according composition. هل سأخلصنا classification according function. classification of protein according the function. Proteins may be classified according to the biological function. هل سأخدنا table. The various categories of protein classified by this method. هل سأخدنا type of protein. example use. Structural protein. example collagen keratin. Structural connective tissue. Contractal storage transport hormone. Sonine. Metapositive carbohydrates. Enzyme. Pepsin. Digestin. Protein. Protective. Gamma globulin. Antibody deformation. Fibrinogen and blood clotting. Toxin. Venoms. Poisoning. الآن نعتمد على شنو يقول لك نعتمد على function matter. مثلا structural. Structural protein. مثلا. Structural protein. مثلا. Collagen. Keratin. Collagen. ما هو وظيفته. Structural collagen. تركيب connective tissue. Keratin. مثلا. Structural of hair. قوة hair. للشعر. وايضا للأضافر. Contractal protein. مثلا. Myocene. Actine. Muscle contraction. يعني تقلصات العضلية. Storage protein. حسب وظيفة. يعني storage. مثلا. Ferritin. شنو. Ferritin. Storage of iron. Need to make heemoglobin. يعني. يخزي من هذا الحديد. اللي نريده بتكوين الهيموغلوبين. الهيموغلوبين. مثلا. ترانسپورت. هيموغلوبين. كاريوكسجين. سيرانبومين. كاريوكسجين. 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 مثلا. هرمون. إنسونين. متابوسفو. كاربويترات. الانزام. بيبسين. تاجسفو. بروتين. بروتكتف. غاموغلوبين. أنتيبو. دي. فورميشين. فيبرنوجين. انذاب لاركلوتين. تكسين. فورميشين. تصطيف من القناة. الانتمادين. المساعدين يذهب لانتمادين. المنطقة. دي. وديم. مع المنطقة. مع المنطقة. سأدورا. لن نقم هل تخصصيح من المنطقة. بين المنطقة. بروتين يحتوى على بروتين على شكل كوراك بول يحتوى على بروتين على شكل كوراك بول يعني الطول في الأروض أقل من 10 اللبئل بروتين يحتوى على بروتين على الماء ماذا هو؟ اللبئل بروتين ذو في الماء أو من أجلد الماء وهو وتدوى تكون روتي أقل ممن يوثنا وهو يحتوى من افضل الماء البروتين على درجة أنه يقلل له pow cigarette هيموكلوبين البومين و جلوبيولين عدنا الهيموكدوبين والألبومي وغلوبيولين هو يصنف على شكل غلوبيولار اوكي الفايبروس بروتين consist parallel polypeptide هناك يحصل عدنا شكل ball polypeptide folded اوكي هنا parallel موازي polypeptide موازي اوكي chain يعني سلسلة polypeptide موازية parallel polypeptide chain that are coiled and stretched out they have length with ratio greater than 10 هنا لدينا نسبة الطول للأرض أقل من 10 الغلوبيولار الفيبرناس less than 10 الفيبرناس لا greater than 10 فيبرناس insoluble insoluble in water هنا soluble in water globular يذوف الماء الفيبرناس insoluble in water هنا لا soluble in water اوكي example اللي هو شنوها كلاجين فايبرين ميوسين properties هستخصاص البروتينات the protein and the proteins from colloidal colloidal disperation in water being colloidal protein will pass through يعني سنانا properties خصاص الcolloidal nature طبيعته اللي هو colloidal هنا being colloidal protein will pass through the filter paper we will pass through the filter paper but not throw membrane it will pass through the filter paper the inability of protein to pass through the membrane is of great importance of the body يعني when you have a protein to pass through the membrane is a great importance the importance the protein present in the bloodstream cannot pass through the cell membrane يعني البروتينات الموجودة in the bloodstream won't pass through the cell membrane okay and should remain in the bloodstream so what do we have this colloidal nature طبيعته colloidal okay it will pass through the filter paper okay but it won't pass through the membrane why it will pass through because it is important because it is important in the bloodstream the protein the protein that we have here in bloodstream will not pass through the membrane because it is important because it is important because it is important in the bloodstream everything is important in the bloodstream science a protein cannot pass through the membrane should not no protein material present in the urine if you are not going to see a protein is important in the urine because the protein is a very big molecule which is very big so it will happen that it will not be used by the nephron this is another large molecule large molecule okay the presence of a protein in the urine indicate damage of the membrane in the kidney possible nephritis let me tell you a little bit about this subject let me tell you a little bit about this subject شباب الكتني تحتوي على النفرون النفرون يحتوي على من على ها بصورة موضح النفرون هذا البرمان كابسول هذا البرمان كابسول هذا البرمان different apparent to loop of hilly different distal proximal distal and proximal convoluted tubule loop of hilly هذا collected duct okay. هنا لدينا البرمان كابسول proximal and distal convoluted tubule loop of hilly collected duct. هنا هاي هي filtration هنا لدينا من راح يجي المواد اللي راح توصل الدم اللي مثلا جانا تجي الكادمية عن طريق الدم فراح يجي هنا يطب small molecule فقط هذا الفلتريشن للمواد السوائل large molecule ما راح تعبر اوكي فهنا قلنا البروتين هي large molecule ما راح تقدر تعبر عن طريق الفلتريشن منها لانها بس small molecule هنا قاعد يشتغل عندنا فاذا لقينا بروتين موجود باليورين اذا هنا عدت تحطيم وين يصير خلل بالفلتريشن بالفلتريشن لدينا خلل هنا اوكي راح يصير خلل بيها راح يعبرنا شنوى البروتين ايضا هنا راح يصير لدينا الري ابزوربشن هنا راح يصير لدينا الري ابزوربشن هنا راح يصير لدينا كل هذا الري ابزوربشن لان يبقى يكون لك جدا يروح على طريق اليورين فاوكي انا اريد اوصل لكم انه البروتين هو large molecule هو large molecule اوكي فما راح يطلع يقدر يعبر عن طريق الغلوم ريلا هاي الفلتريشن هنا هاي الفلتريشن هنا هاي يريد يعبر مننا هذا المكان بس small molecule large molecule ما يعبر اذا عبر large molecule اذا عبر large molecule اذا عدنا خلال اهنانا بهذا المكان زيان فمربط كلامنا احنا شباب شو يقول لك اهنانا يقول لك the presence of protein in urine damage indicate damage in the membrane of kidney or possible nephritis اعتماد شنو nephritis فاحنا هذا اللي يوصل لكم اياه هذا الكلام عرفنا انه البروتين موجود بالاستريم انه هو ينقل وما يعبر اوكي اه ما يعبر خلال الدار وهو يعبر عن طريق filter paper اه 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 انا نقول لك some protein cannot pass through the membrane of protein aah the nanoprotein material represents the urine it's a denaturation denaturation of protein denaturation of protein refers issue to the unfolding and rearrangement of the secondary and tertiary structure of the protein without breaking the peptide bonds and not sure denaturation denaturation هو عملية denaturation uh 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 denaturation uh uh denaturation uh uh denaturation of protein refers dois علاكم ان الbers انان هذا الكلام المعلية حسنتي يتللللللللل revolution مرحبا 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 المهم يعني عملت على التكوين للبروتينات يعني لا تكسر لنا ببتايت بونت لأن البروتينات يحتوي على مينو أسيد يربطها للبوليوبتايت فهذا يصبح عملت على التكوين للبروتينات من غير تكسر المن للببتايت البروتينات التي تحتوي على التكوين للبوليوبتايت يعني البروتينات التي تحتوي على التكوين للبوليوبتايتها تقوم بإمكاني البروتينات بإمكاني البروتينات تحتوي على التكوين للبوليوبتايت يقول لك أن البروتينات تحتوي على التكوين للبوليوبتايت إذا كان الظروف ضعيفة أو خفيفة البروتينات تحتوي على التكوين للبوليوبتايت إذا كانت الديناتوريشن هاي عملية ألا تلاحها من الانترنيت الديناتوريشن إذا كانت الديناتوريشن ضعيفة فراح يسرع عادة الله موسيقى 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 بخريطة اشتركوا في القناة 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 الكحول تتخثر الكحول ماذا سوف يفعلنا ؟ الذوبنا كل البروتينات برولامين الكحول ماذا سوف يفعلنا ؟ الذوب كل البروتينات ما عدا لبرولامين الكحول 70% استخداما لبروتينات لبروتينات بكتريا حتى يفعلنا يعني يخثر عمليات يخثر عمليات يخثر عمليات البروتينات الموجودة في البكتريا هنا يعني لازم نسوي الكحول سعيد بميح ونستعمله كتعقيم على المول اللي يفعلنا بروتينا 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 موجودة أين بالبكتريا الكحول يقوم من البكتريا يعني هناك الكحول يخص مستعمله بروتينات تكوين الضبط تكوين الضبط الكحول سيقوم بتكوين هيدروجين بوند هاي هيدروجين بوند وهاية غير مرجوعة كحول سيقوم بتكوين هيدروجين بوند مجد Им irgendwas مختلف لا تكون لدي موا represented أي بل متنى هذه من مركواه اُ persuادرة مالتماهية سيقوم بتماييات سيقوم بتgiesيزي هاي هيدروجين بوند هاي هيدروجين بو некزيزي امن الع periods ٠٦٠٥٠ موجودة четы하기 مرتدي ب trov الكثيرون الملائجة من العلاق والديسolvite dueزنة في المفهوم السرطانية من العلاج القصص السرطانية من المفهومات منانبولاً علاء المفهومات لتعلام مفهومات الشرطانية فاطلباء السرطانية من الموضوع فالقصص المفهومات there are poisonous if taken internally يعني هو سام جدا اذا اخذنا internally and because they coagulated and destroyed protein present the body هو سام جدا اذا اخذنا يعني if taken internally اخذنا داخليا لانه راح يصير تحطم المن للبروتين داخل جسم the antidote for mercury chloride or silver nitrite when these poison are taken internally is egg white the other bale the heavy material heavy metal salt react with egg white and precipitate out the precipitate that foam dust foam remove from stomach and water cake شبابة احنا عفونا من هذا الشي هذا الناها هاي هوسة وما يجب وسلكم عليها المهم شباب بس احنا نريد mercuric chloride شوفوا شباب mercuric chloride والsilver nitrite والsilver nitrite هذا الشي يسوينا يذوبونا البروتين اوكي يذوبونا البروتين وهو نانا يقول كلش خطر اوكي 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 المهم شباب بحسة الهيت نشوف الهيت gentle heating cause reversible denaturation of protein gentle heating causing reversible denaturation of protein whereas vigorous whereas vigorous heating denaturation gentle heating cause reversible denaturation يعني هنا عمليات الحرارة سوينا عاد تكون denaturation of protein اوكي الاصل الطبيعي اه هنا vigorous heating denaturation of protein reversible by disrupting several types of bond شباب هاي هنا الهوسة اللي ما احبها لدينا عرف شنو الكحول عرفناها وشنواء الـ salt of heavy metals الهيت هو شي سوينة gentle heating cause reversible denaturation of protein whereas vigorous heating denaturation of protein inversible while disrupting separate type of bond اوكي شفاية معلومة عجبتني اهنا يقول لك الهيت الهيت لحظة نكبر شوية الهيت اش راح يسوينا الهيت calculate destroy protein present one بالبكترية اوكي hence sterilization of instrument and clothing for the operating room require high temperature اوكي 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 الكلoidal reagent tonic acid has been used extensively in the treatment of burn الكلoidal reagent is a tonic acid استعملوا بصورة extensively بعلاج الحروق when the substance is applied to burn area it cause the protein it cause the protein to precipitate a tough covering اوكي يعني من هاي المواد tonic acid نستعملها على المكان المحروق راح يستوينا البروتين راح يذوب على شكل tough covering غطاء قوي اوكي 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 يقلل من امتصاص الماء evang into the amount of water in the area يعني هناليا من ساستعمل tonic material هذا كل يش حالو tonic acid من راح يستعمل منطقة المجروحة شباب منطقة المحروقة راح يسوينا البروتين راح يذوب اع شكل غطاء اه خارجي قوي يمنع خروج فقدان الماء من المنطقة يقلل من التعرض للهواء الهواء يقلل من التعرض للهواء كافي 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 يمنع خروج السوائل والتعرض للهواء الهواء 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 التخثر البروتينات التخثر البروتينات مجرد 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 تجربة نجل هذا الشي سألنا المنکل م عامireت مدرس وات 20% من نموات Clerية المنخلوب ت Ergeb horrendات نساط نูس يمتص راستيشو هذه الرادي اشعرنا اراثينا ورح سيساونا كاكوليسو بروتين ال PH change in ph can disrupt hydrogen bond يحطم sunshine bond and salt bridge والجدار الملحي causing irreversible denaturation كافي شباب change in pH شرح يساوي أنه disrupts hydrogen bond والسالت bridge causing irreversible denaturation okay SNG oxidizing and reducing agent نعني أقول لك oxidized such as bleach nitric acid and reducing agents such as sulfates and oxalates the natural protein irreversible by the sulfide bond salting out most proteins are insoluble in saturated salt solution and precipitate out unchanged to separate a protein from mixture or other substance in the substance يعني معظم البروتينات انه راح تذوب انسوع غير مذعبه in saturated salt الملاح المشبعة المواد الملاح المشبعة المواد الملاح المشبعة لنتمك بتائدي المكسطور الشامس باذا نضلح بالبروتين الفاصلة اخيران بثارڤل وحديو 3 وض descub sittingider هنا نقول لك الانسوليوم سوف تفصل البروتين لازم دوغب هذا السائل الكلر تيست هنا لدينا تيستات شين هاي التيستات خلنشوفها اذا نمشيها اسرع وقت حتى نخلص من عدها الكلر تيست الكلر تيست تحتمل لوجود البروتين يتعمل على وجود الامينواصد في البروتين هذا كالر تست يعني هو كالر تست يعني شنو وجود البروتين ويعتمد على وجود الامانواصد بالبروتين it is it may be necessary to try several tests before the weather protein substance حسنا هو يعتمد على وجود البروتينات خصوصا وجود الامانواصد بالبروتين الزانثوبروتك test the word زانثوبروتك تست زانثوبروتك من يلو بروتين يلو بروتين the test consists of adding concentration nitric acid to a protein يعني اضافة nitric acid المركز المن للبروتين the protein will then turn yellow on the prospectate ها يعني راح نضيف nitric acid المركز المن للبروتين اوكي حتى وحيصير الاصفر والبروتين الشرح يصير الاصفر ويترسب الانيون who the spilt nitric acid on his or the hands on hand will recall ديو يلو كالر produced by the reaction of هنكوش ماد عشوف reaction of the nitric acid with the protein شباب اوف على خلط اهم شي راح نضيف nitric acid المن لبروتين البروتين راح يصير الاصفر ويترث سبع الشكل الاصفر اوكي هذا اهم شي بزانثو براتيك تست البروتين تسترد الكلين with sodium hydroxide solution and copper sulfate solution is at a violet color is produced هنه شي راح نضيف نضيف الكلين with sodium hydroxide solution and copper راح طينا شنو a violet color reproduced هذا مهم هذا التست المواد التي تحتوي على اثنين او اكثر من الببتايت من هاي الببتايت تنكز زيان اللي هي مثلا البوليبتايت يعني 2 or more خوش حتي راح هذي نستعمل البيوريت تست مليون تست مليون رياجين كونسيست ميركري هذي شي احتوى على ميركري دسولف انتريك اسيد فو مينج ميكستير ميركري و ميركروس نايتريت مليون رياجينت از ادتو البروتين هذي راح نضيف البروتين اه white precipitate forms this forms precipitate on heating مليون كونسيست ميركري دسولف يعني هذي ميركري راح يدوب بوين بالنيتريك اسيد راح يساوي شي كوننا فو مينج ميكستير مين من الميركري و ميركراس نايتريت زوابنا الميركري وين ذوا بالنيتريك اسيد كوننا ميركري و ميركراس نايتريت رياجينت از ادتو هذي راح نضيف البروتين اه 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 او white precipitate form يعني هذي هذي دوابنا بروتين بالنيتريك اسيد اوكي هذي المكونة راح نضيف على البروتين نحطينا مادة بيضاء اوكي هذي مادة بيضاء white precipitate on the heated turn بريك ريد ملين تست بريك ريد هذا شي سموه هذا سبيسيك المعنى الامينة اسيد ايروسين هذا التست اسبيك المعنى الامينة اسيد ايروسين شباب هذي ينصبه عالي عادة بيكم الدخون و اللعباء نفس بها أهم شيء يوجد ضوء من الميركري وهذا الميركري هذا الميركري هذا الميركري هذا الميركري وهذا الرياجين سوف نضبع البروتين وضعنا مادة بيضاء وهذا المهمة والتيروسين حسنا الآن الهوبكينز كولي test الهوبكينز test protein mixed with glycoxolic acid and then carefully placed over a layer of concentrated sulfuric acid in the test tube amino acid هنا نقول لك البروتين رح نربط ويعمل ويعمل with glycoxolic acid بعدين هذا رح نضيفه layer of concentrated sulfuric acid this test tube if the amino acid tryptophan is present purple color يعني نحن البروتين رح نخلطه with glycoxolic acid اوكي بعدين رح نضيف هنا نقول لك place نضيف over the layer concentrated نضيف ايضا sulfuric acid المركز المن هاي الخطة فرح يقول لك هنا دائمين واسد طلع ورح يجري طلعنا purple طبقة بنفسجية repair contact to layer نضيف هذا على هذا ويهذا حيطلعنا طبقة بنفسجية اللي هو شنوى بلادة amino acid nine 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 test نحن يقول لك راح نضيف أو نحمي ويعمل وين نحن تحضير blue purple كلا وين نحن تحضير وين نحن حطينا blue purple يعني بمسجي مدرق طبقة ازيان و CO2 هذا موجود هذا موجود من الفا مينو أسيد مبتعي الجروب كروماتوغراف هناك ميثود يستعمل لتساعدة مكستر مينو أسيد بروتين هذا الكروماتوغراف يعني يستعمل لعزل هنا نقول لك لتساعدة مكستر يعني الخلطات المعقدة الخلطات المعقدة جدا الآن المامل المانو أسيد بروتين لبت if may be used for small sample or for compound present extremely low concentration there are several types of chromatograph there are several types of chromatograph among the column paper thin layer and gauze يعني أدعى لتنواع من الكروماتوغراف column chromatograph والpaper chromatograph with thin layer with gauze chromatograph هنشوف شوني لني حتى الكروماتوغراف المانو أسيد of chromatograph glass is big with chemical inert material tend to absorb sol and contain some ball into column شبابنا لحد خلصة المحاضرة ان شاء الله شرح لكم مقطع بسيط ننزل لكم اياها لان انا صراحة نصر عندي شوية دوخة و ايه ما بقى بس ان انا نزل لكم اياها مقطع واحد اشرح لكم بها هاي الكروماتوغراف ان شاء الله انا اعتذر عن التقصير و ان شاء الله نكون وصلنا لكم معلومة ولو في شي بسيط بس اريدكم شنوى تركزون على الشيء الثاني وركزت عليها ان شاء الله نشوفكم بخير وسلامة وعافية وراح افتح التعليق بالجروب اي شي تحتاجون اسئلة اجوبة عن موجود حاضر تحياتي لكم اشتركوا في القناة